السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة بإذن الله نتعرف على أنواع الزرع اللي ممكن تتحط في قوة السطح يعتبر في شمس مباشرة طبعا بشروط معينة هنتكلم عنها أثناء الفيديو كل الناس اللي ابتدت مع الزرع وأنا واحد منهم طبعا كان إنه الزرع بيموت إما بسبب المية الزيادة أو بسبب الشمس الزيادة أو بسبب العصفير والنمل في الفيديو ده بإذن الله هعرفك إزاي حالة المشاكل دي بفضل الله أولا وأخيرا كل نوع من الزرع اللي قدام حضرتك نتعرف عليه بسرعة جدا وعلى احتياجاته من الشمس والمية خلال لحظات لكن دلوقتي خلينا أقولك أن ليه حطيت الزرع بالترتيب ده بالزادة التين الشوكي أنا حطته ناحية الغروب علشان الشمس بعد الظهر وهي تتحرك ناحية الغرب يبدأ التين الشوكي يضلل على باقي الزرع ويحميلي الجزور من الحرارة العالية ده للزرع اللي مش محتاج شمس النهار كله وده سر النجاح لو عايز الزرع يعيش لازم توفر شمس مناسبة حسب احتياجات النبات مش كل النباتات زي بعضها التين الشوكي أكتر حاجة بتستحمل الشمس علشان كده أنا بستعمله كخطأ وحماية لباقي النباتات التين الشوكي معمول عنه أكتر من فيديو على القناة وفي طريقة زراعته من البزور من التين الشوكي العادي اللي احنا بناكله وباخد البزرع بتاعته وزراحها هحط لك لينك الزراعة بتاعته في وصف الفيديو كمان لو قطعت أي كف من التين الشوكي وحطيته في رملة سهل التكاثر بتاعته عشان كده أنا بحبه بستعمله آآ طول الوقت لازم ازراعه عندي اوكي اذا لازم نعرف كل نوع بيحتاج شمس قد ايه بناء على ذلك نحطه في المكان المناسب ويا ريت تعشق تحط الزرع جنب بعضه علشان تضلل الزرع يضلل على بعضه اوكي ما تخليش الجزور ما تحطش قصيص لوحده الشمس تفضل ضربة من كل ناحية والجزور بتاعته تسخن والزرع يموت زي ما انت شايف كده حطتهم محاواتهم على بعض علشان يحموا بعض من الحر وخصوصا في فصل الصيف احنا دلوقتي في فصل الخريف يعني الزرع سهل بنسهل شوية ان هو يعيش في الصيف هو التحدي الحقيقي وفي الشتاء كل موسم ليه طريقة معينة في الحفاظ على الزرع هنعمل فيديو مخصوص في كل موسم موضوع الشمس والضل ده حياء او موب بالنسبة للزرع يعني مثلا ما يفعش حط الزرع في مكان ما بيصولوه الشمس الصبح بالعكس تيجع ليه الشمس من الظهر للعصر كده انا بعمل للزرع صدمة وبالتالي هيموت مني كمان لما اجنقل الزرع من مكان لمكان اعمل حساب الصدمة دي وكي ما يفعش الزرع تبقى في الضلة وراح حطتها في الشمس مرة واحدة لا لازم انقل يا اما بعد المغرب يا اما الصبح بدري قبل ما الشمس تطلع علشان الزرع يلحق يتأقلم مع مكانه الجديد اذا شمس الصباح حتى الظهر دي اهم حاجة للزرع ولازم احمي الزرع من الشمس بعد الضهر للغروب خاصة في فصل الصيف للنباتات اللي مش بتستحمل الحر النور بتاعنا طيب بالنسبة للمية انا بروي الزرع لما الطربة تجف تماما اي مية زيادة عن حاجة الزرع هتعمل تعفل الجذور والزرع يموت مني يبقى انا بدلا ما بحط مية عشان احيي الزرع انا بحط مية عشان اموت الزرع المية امتى لما الطربة تنشف الري ما يبقاش كل يوم حتى لو بتاع المشتل مش كل الناس اللي بيبيع في المشتل هو اللي بيزرع ما ممكن يكون بيع بس مش عارف التفاصيل قوي او بيحط شوات مية ليلين انت بتروي المية كلها يعني ما ممكن يكون حط شوات مية بس كده بيرش كده من بعيد لبعيد فاهمني? لا انت اروي ري كامل كل تلات تيام او اربعة تيام في الوقت اللي احنا في ده او خمس تيام حتى في الصيف ممكن كل تلك تيام مثلا تمام? بالنسبة للصبار انا بروي مع الزرع مرة او مرة لا والتيني الشوكي في الصيف كل اسبوع لما المي لما الارضية بتاعتها تتحجر خالص وفي الشتاء كل شهر هقولك على سيب كده تعرف ازاي الزرع عطشان لما تلاقي الورقة بتاعت الزرع بتادي التميلة تحت اوكي ابتدى يدبل تعرف ان كده الزرع يبتدى يعطش اوكي? اول ما تلاحظ ان ده بيحصل عندك تبدأ بقى تروي او ممكن كمان تصبر لو عايز تصبر تاني يوم مفيش مشكلة لو الجو يعني رطب والجو حلو انما في الصيف متصبرش او ما تلاقي الورقة بتنان كده تعرف الزرع عندك محتاج مية ازا الري ممكن اه في الصيف كل 3 ايام في الوقت الخريف والربيع ممكن كل 4 ايام او 5 ايام في الشتاء كل اسبوع اوكي؟ اه نيجي بقى مولوع مهم هو موضوع العصفير والنمل العصفير والنمل بيأكلوا الزرع والموضوع ده محبت جدا احنا عندنا عصفير بتاكل الزلق اوكي? احنا عندنا عصفير بتاكل الزلق اول ما تفرحة بالزرع وعصفير وغربان ويعني يعني منصور انا بشوف عندنا منصور انا مصور نصر على القناة اوكي بتفرج عليها تمام بياكلوا الزرعة تبدأ الزرعة لسه هتطلع ولسه هتفرحم بيها بتادي تتاقلم يجز العصفير تاكلها طبعا شيء محبط جدا اوكي انا عملت حاجة كده العصفير جربت موضوع الاستوانات دي ونجح بفضل الله حطت عصايا اوكي في ازازة ناية معدنية كبيرة وملتها رمل اوكي واحدة تانية ناحت تانية وربطت بينهم بخيط ونزلت الاستوانات من النص بالمنزر انت شايفوا ده الهوى بيحرك للصوانات دي طول الوقت ما بيخليش العصفير تيجي خالص الحمد لله مشكلة العصفير يتحلد بفضل ربنا والحمد لله اوكي بالنسبة للنمل النمل برضو بيأكل جزور النبات يعني فاهمني بتلاقي ان النمل يهاجم على الزرعة ابتدى يموتها واحدة واحدة اوكي النمل نجح معايا ده هو من الصيدلية اسمه اكتوميسرين اوكي بحط تلاتة سنتي من الدواء على لتر مية ورش على خط سير النمل كله اوكي وحوالين الزرع تمام ما بحطش على الزرع نفسه يعني ما برويش النبات بالمبيد ده ولا بروي ولا برويش على الورقة نفسه المبيد لا بحط حوالين الزرع بس كده بفضل الله احنا عرفنا نوفر للزرع الشمس والمية المناسبة وازاي نحميل من العصفير والنمل تعالوا بقى نتعرف على كل نوع من الزرع ده واحتاجاته بسرعة جدا وفي عجلة شديدة اول حاجة التين الشوكي التين الشوكي بيستحمل حر برد آآ مية قليلة بيتحمل معك كل حاجة اوكي تاني حاجة نفس القصة بالزرع عامة القاضي اوكي بتحبش المية كتير وآآ عندنا نوعين عامة القاضي ديا وفيه نوع تاني النجمي اوكي اه سبار دين القطة برضو ده تقطع اي فرع وتحط في الرملة زي ما انت شايف كده بنبت نبات جديدة اوكي سبار الكلانشو. اه سبار ريو الجميل جدا ايه اه سبار خدي الجميل لعشği بتاعي اوكي عندنا ايفربيا عندنا نوعين من ايفربيا النوع ده اوكي اسمها شيكتي المسيح عندنا النوع ده. اوكي وعندنا النوع دول اوكي اه عندنا من العصريات برضو اه نبات اسمه دامعة الطفل اكي ده شغل كويس بفضل الله. اوكي وخدت منه اه فرع كده وزرعته الحمدلله يعني شغال برضو زي الفل. عندنا نبات حي علم. آآ نبات حي علم في حاجة بتاكل فيه. انا مش عارف ايه هي بصراحة. آآ ممكن يكون فار او حاجة او او بورس. انا هعمل له شبكة بازن الله في قرب وقت. اوكي? الاستباريات اللي فاتت دي كلها والعصرات بتتحمل العطش جدا. ما بتحبش المية الكتير. اوكي? نيجي بقى للزهور المحبوب لنا كلنا. اول حاجة الارولة. اوكي? آآ كل نوع من دول يا جماعة عايز له فيديو مخصوص. انا بس انا بعرفك الاسامية بتاعته. وانت ابحث عنها واحنا نعمل عنها برضو آآ فيديوهات على القناة. اوكي? آآ تاني حاجة الوينكا. الوينكا بتزهر طول السنة. من الظهور المبهجة جدا سبحان الله. لكن بس يا ما تحبش الحر الجامد يعني. اوكي? آآ بعدين عندنا الفل. اللي هو الورقة العريضة دي. بس مش مظهر حاليا. آآ عندنا الياسمين. لسه بتزهر ايه? بتزهر واقعة. سبحان الله يعني. آآ عندنا نبات اسمه البلمباجو. البلمباجو هو شبه الياسمين الازرق بس هو مش ياسمين ازرق. اوكي? آآ عندنا نبات العطر. اوكي? هو عز علان عشان عايز يتنقل. طيب. آآ عندنا كمان نبات الجميل دوار الشمس او عباد الشمس. انا زرعه من البزور. اوكي? اللي هي اللب اللاصمر. بس من محل العصفير مش من المقلة. اوكي? انا زرعه اكتر من مرة. اوكي? آآ بازن الله لما الزهرة بتاعته تطلع وتكبر. انا هنعمل لها فيديو مخصوص عنها. فيه كمان الجهنمية. دي جهنمية كزمية. المفوض ان هي بتزهر. بس محتاجة تتنقل في مكان اكبر عشان تاخد راحتها. اوكي? بعد الزهور عندنا نبات اسمه دم العاشق او دم الغزال. على حسب يعني انت هتسميه ايه? كهو جاي لمصاب آآ فيه ديدان وكلة. لكن ربنا اكرم وشدة حيلو. آآ عندنا نبات السجاد او الكاليوس. ده طبعا المحبب القلبي. رغم انه حساس للحرارة. هو فوق السطحة حاليا. آآ لان الجو سامح. لكن في الصيف لازم يتنقل من تحت الشمس المباشرة. آآ ويتحط اما يعني في شمس خفيفة او يتحط يعني داخلي جنب الشباك ولا حاجة. اوكي? آآ ده نبات الفضية. آآ واخيرا وليس اخيرا عندنا الجميلة البطاطا. آآ اوكي? آآ جدا. هنعمل لها فيديو طبعا من خصوص. ازاي نزرحها وازاي يعني نكبرها وناخد منها حوالي. آآ ده كان كل حاجة اتمنى يكون الفيديو عجبكم. واتمنى ان انت تزرع. الزرعي جي حاجة مبهجة جدا وبيفرق جدا في النفسية. آآ انا بشكرك كاش اتفرجت على الفيديو. لو عجبك الفيديو اتمنى انك تعمل لايك وتعمل سبسكرايب للقناة. شكرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.